موسيقى التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلماني الإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع في الرياض اليوم سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة يوست رينتيش وأطرع الدكتور الربيع السفير الهولندي على جهود المركز لمنكوبين في 38 دولة وبالأخص اليمن الشقيق حيث نفذ المركز أكثر من 161 مشروعا إغاثيا كما عرض معاليها الدور الذي يؤديها المركز في مجال إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم الميليشيات الحوثية تطلق اللقاء لعدد من المضوعات المتعلقة بالشأن الإنساني بالإضافة إلى فتح أفاق التعاون ثمن الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي مواقف التحالف العربية المشرفة لدعم بلاده وشرعيتها الدستورية في مختلف المواقع والجبهات الميدانية والتنموية والإنسانية ميدانيا أعلن الجيش اليمني تطيره جيوبا لميليشياء الانقلابيين في مدرية المتون غرب محافظة الجوف وأكد مصدر عسكري أن الميليشيات تراجعت أمام ضربات الجيش وفرت من مواقعها تاركة خلفها عتادا عسكريا استولت عليه قوات الجيش وسط انهيارات متتالية لميليشيا الانقلاب تشهد محافظة الجوف تقدما مستمرا للقوات الشرعية ففي مدرية المتون واصلت قواتنا من الجيش اليمني تقدمها بتحرير بعض المواقع بعد ضحر ميليشيا الانقلاب منها جاء التقدم بعد هجوم عنيف على ثكنات الانقلابيين الذين تلقوا خسائر بشرية في صفوفهم توازي تلك المعارك مواجهات شهدها محور البقع بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين وجبهة ذناع بمحافظة البيضاء وسط البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى وثقتنا بالله سبحانه وتعالى أن نحن ثابتين ومستمرين إن شاء الله بالوقوف أمام العدو الحوثي الذي يحمل مشروع الطمس الهوية الإسلامية اليمنية والقضاء على أخلاقنا ومعتقدتنا فنحن ثابتين إن شاء الله وصابرين ومحتسبين أقرنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن نترجع حتى آخر قطرة من دمائنا أن نحن عندنا القدرة على دحل الانقلابيين وخرجهم من محافظة تعز وامتبع إلى قبل مران وإعادة مؤسسة الدولة المنهوبة وإن شاء الله تحقيق الدولة المدنية التي ينشدها الشعب اليمني ومع استمرار هجمات القوات الشرعية ضد ميليشيا الانقلاب تتواصل المواجهات بمنطقة الهاملية الواقعة غرب تعز بالتزامن مع اندلاعها في منطقة الأكبوشة بمدرية حيفان جنوب المحافظة طبعا هنا في القبهة الغربية في قبل هان آخر تطورات على الصعيد الميداني صد ثلاث هكومات متكررة وتكبد العدو في هذه الهجومات خسائر فادحة في الأرواح والامتلكات ونحن إن شاء الله على أتم الاستعداد لصد أي هجوم قادم مناطق نهمة في شرق الصنعات تحديدا المدفون وبران شهيدة مواجهات عنيفة وسط تبادل القصف المدفعي تمكن الجيش اليمني من إرغام عناصر ميليشيا الحوث والمخلوع الصالح على التراجع من بعض المواقع التي حاولوا التسلل إليها تقول قوات الجيش اليمني أن عملياتها العسكرية ستتواصل في مختلف المحافظات التي تشهد معارك مع الانقلابيين على طريق استكمال التحرير فالحكومة الشرعية تؤكد أن أولوياتها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة أحمد البكاري تلفزيون المملكة العربية السعودية تعز أكدت وزارة الداخلية اليمنية احتجازها سفينة تهريب إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية المحاذية لشواطئ جزيرة سقطرة مضيفة القول إن السفينة كانت تقل 19 إيرانيا وإن التحقيق جاري حول ذلك من جهته قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن التدخل الإيراني يهدد الاستقرار ويعزز الفوضى في المنطقة وأضاف القول خلال لقائه في الرياض اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد ستيرفيلد إن إيران تسعى إلى استبدال الدولة بالطوائف والجيوش بالميليشيا من أجل أن يبقى مشروعها الفوضوي قائما وأجدد التأكيد على أن خيار حكومته الأساسي هو السلام ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ورد الشيخ أحمد لتجاوز حالة الجمود بسبب تعنت الإنقلابين ورفضهم كل المقترحات والحلول في الفترات السابقة طالبت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتدخل الحازم والضغط على الإنقلابيين الحوثيين بما يكفل حماية الأطفال والحيلولة دون الزج بهم في أتون الحرب والنأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية وأدان وزير الإعلام معمر الأرياني الدعوة التي أطلقها القيادي الحوثي المنتحل صفة وزير الشباب بتعطيل العملية التعليمية في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية وإرسال الطلاب والمعلمين للقتال وقال إن هذه الدعوة تؤكد استمرار الإنقلابيين في تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات القتالية دون اكتراث بأرواحهم ومستقبلهم ولا بالقوانين والأعراف الدولية كافة حيث القول إنه في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الشرعية بالضغط على المليشيات الحوثية لتجندها الأطفال نفاجأ بدعوة أحد القيادات الحوثية بتعطيل التعليم والزجب الأطفال لقتال اليمنيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة